لا موقف كرديا فاعلة حتى تحسم القوى الشيعية موقفها هكذا اختار الديمقراطي الكردستاني يحدد موقفه من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الرجل منعته انشغالات قادة الاقليم بخلية مواجهة كورونا من عقد لقاء للتفاهمات السياسية لكن الجهد السياسية المعترضة عليه هي الأخرى أبطأت السير نحو أربيل وأخذ موقف منها أما الاتحاد الوطني الكردستاني فله ترحيبه بتكليف الزرفي وأما الرجل نفسه فيبدي مفاجأة من الهجوم عليه لمنعه من اكمال المدد الدستورية ويضيف أنه لا يتراجع ولا يعتذر والفيصل جلسة مجلس النواب هكذا حسم أمره ويطلب من القوى الشيعية أن تحسم أمرها عبر جلسة منح الثقة لا عبر دعوات قطع الطريق عليه أو الضغط على الرئيس برهم صالح المعترضون من جانبهم لا يرتضون طريقة تكليفه ويجدونها مصادرة لحقهم في أنهم ممثلوا الكتلة الأكبر لكن ناقديهم أيضا يرون أن الكتلة الأكبر وإن تمت تسميتها عبر كتاب رفعه تحالف الفتح للرئيس برهم صالح إلا أن الكتلة لم تعد أكبر وإن كانت فلما لم تقدم رشحا تتوافق عليه أو تتحرك صوب قطع الطريق على المكلف عدنان الزرفي في جلسة منحثقة هي الأزمة السياسية الأكثر تعقيدا بعد نتائج انتخابات 2018 وهي حالة انقسام سياسي سببها اعتماد استراتيجية المناورة والمناورة المضادة دمغت المشهد السياسي بتنازعية المتضرر الأكبر منها العراقيون وليس أكيدا أن الأمريكيين لن يستفيدوا منها عبدالله بدران بغداد الميادين ترجمة نانسي قنقر